اشتركوا في القناة والمدن في مختلف انحاء اسرائيل ووفق وسائل الام اسرائيلية احتشد المئات ضد خطة القضاء في مفترق هاعوغين بشارع اربعة للمرة الاولى واشار مراسلنا من مدينة حيفا الى ان حركة الاحتجاج متفائلة من استمرار المشاركة الواسعة بالمظاهرة في الكرمل هذا وهددت احزاب المتدينين المتشددين بحل الحكومة في حال عدم اقرار قانون اعفائهم من التجنيد خلال شهرين ومما يذكر ان الكنيست صدق على قانون الغاء ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وتل ابيب وعشرات المواقع والبلدات والمفارق والشوارع الرئيسية استشهد الشاب فلسطيني بجروح عاقب اصابته برصاص الشرطة الاسرائيلية في مدينة تل ابيب بزعم تنفيذه عملية اطلاق نار ودعت مصادر اعلامية اسرائيلية ان الشرطة الاسرائيلية اطلقت النار على شاب في تل ابيب بعد اطلاقه النار على اشخاص في المكان نظمت في مدينة باقة الغربية مظاهرة قطرية للمطالبة بالافراج عن الاسير المريض وللدقة الذي يعاني من مرض السرطان ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال رغم انتهاء فترة محكوميته الاساسية التي امتدت الى سبعة وثلاثين عاما واجاءت هذه المظاهرة التي دعت لها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي نظمت في الفترة الاخيرة اسنادا لحرية الاسير دقة طالب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني حسين الشيخ المجتمع الدولي والمنظمات الاممية باعتبار حزب الارهابي ايتامار بن كفير حزبا ارهابيا لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين واكد الشيخ في تغريدة له على تويتر ضرورة ادراج الحزب على قوائم الارهاب العالمية مشيرا الى قيام عضو في حزب بن كفير باطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله واستشهاده دعت لجنة المتابعة العليا للاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوى في مدينة صيدة في جنوب لبنان وفي المخيمات عموما لوأد اي فتنة داخلية وتكريس الجهود لقضية العودة وبناء الانسان الفلسطيني الملتزم بالثوابت وباحترام التعددية في الآن ذاته ودعت اللجنة باسم جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل الى تحريم الدم الفلسطيني على الفلسطيني بالمطلق والى ضرورة انهاء الانقسام على الفور وفق ما جرى توقيعه من اتفاقيات بين الاطراف والفصائل الفلسطينية وعدم المماطلة في ذلك وعدم التعامل مع الموضوع كعلاقات عامة او مجاملة للاشقاء واوضحت ان المشاهد التي تمت متابعتها في المخيم تحز في النفس وتدمي القلب مؤكدة ضرورة ان تتوقف هذه المشاهد القاسية على الفور وان لا تتكرر تحت اي ظرف وتحت اي ذريعة في اي مكان يذكر ان لجنة المتابعة ناقشت في جلستها الاخيرة الاوضاع على الساحة الفلسطينية على خلفية الاقتتال المأساوي المؤلم في مخيم عين الحلوى في لبنان وعلى خلفية اجتماع الامناء العامين للفصائل في القاهرة ومجمل الانتهاكات الاسرائيلية بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومقدراته شيعت جماهير غفيرة من ابناء الشعب الفلسطيني جثمان الشهيد قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عاما الى مثواه الاخير في قرية برقى شرق رامالله وانطلق موكب التشيع من امام مجمع فلسطين الطبي بموكب مهيب وصولا الى منزل عائلة الشهيد في القرية حيث القيت عليه نظرة الوداع وجاب المشيعون شوارع القرية حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الاكتاف ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يذكر ان الشهيد معطان ارتقى يوم الجمعة متأثرا باصابته برصاص مستوطنين اسرائيليين هاجموا قرية برقى يواصل خمسة اسرى فلسطينيين اضرابهم المفتوحة عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري والاسرى المضربون هم سيف قاسم حمدان واسامة ماهر خليل وقصي جمال خضر وصالح رأفة ربايع وكايد الفسفوس وقال نادي الاسير الفلسطيني ان ادارة سجون الاحتلال في سجن نفحة نقلت الاسرى حمدان وخليل وخضر وربايع الى زنازين سجن نفحة عقب اعلانهم للاضراب في ثلاثين تموز المنصرم واوضح ان الاسير فسفوس القابع في سجن النقب من بلدة دورة جنوب الخليل يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي واكد نادي الاسير ان الاسرى الاداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الاداري ولا يزال الاضراب عن الطعام كخيار نضالي المسار الابرز لمواجهة هذه الجريمة يشار الى ان السلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الاداري حيث يبلغ عدد الاسرى الاداريين حاليا الفا ومائتي اسير وهذه النسبة الاعلى منذ سنوات انتفاضة الاقصى حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن جرائم المستوطنين الاسرائيليين بحق ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل في الاراضي الفلسطينية المحتلة واشار فتوح الى ان هذه الجرائم ما كانت لتحدث لو لا قيام حكومة اليمين الفاشية بقيادة نتنياهو واسموتريج وبنجفير بتوفير الحماية والحصانة القانونية للمستوطنين وتحريدهم على قتل وإحراق الفلسطينيين وتشجيعهم على الاستمرار بالاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين واشار الى ان ما تقوم به حكومة الاحتلال العنصرية وقطعان المستوطنين صفعة للمجتمع الدولي الذي يتجاهل ارهاب الدولة المنظم ويكتفي بعبارات الادانة والشجب لجرائم وحشية ذهب ضحيتها المئات من ابناء شعبنا الابرياء وتجاهلها المتعمد ورفضها اعتبار تلك المجموعات تنظيمات ارهابية وخارج عن القانون واكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن ارضه وممتلكاته ومقدساته بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني ان جريمة الاحتلال الاسرائيلي الاخيرة في قرية برقة شرق رامالة وادت الى استشهاد الشاب قصي معطان تأتي في سياق الامعان في جرائم الابادة والقتل ومهاجمة القرى وحرقها التي يقوم بها المستوطنون واكد على ان هذا التطور يتطلب تحركا سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا لمساءلة قادة وجنود الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين خصوصا وانهم لا يشكلون اي خطر على جنود الاحتلال كما يدعي واشار مجدلاني الى ان الدبلوماسية الفلسطينية تواجه الولايات المتحدة في المحافل الدولية اكثر مما تواجه حكومة الاحتلال اذ توفر واشنطن الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال للاستمرار في جرائمه بحق ابناء الشعب الفلسطيني دون الشعور بالمساءلة والمحاسبة وتكتفي ببيانات الاستنكار والادانة ولكن في مناطق اخرى من العالم فان الاجراءات الفعلية تسبق بكثير الشجبة والادانات دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الاسرائيليين الارهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق راملة والتي ادت الى استشهاد الشاب قصيم معطان البالغ من العمر 19 عاما برصاص مستوطن واصابة اخرين وكذلك احراق مركبتين واوضحت الخارجية في بيان صدر عنها مساء الجمعة ان مرور عمليات الحرق السابقة دون عقاب حقيقي اكانت عملية حرق الطفل ابو خضير او عائلة دوابشة وحوارة وامصفا وترمسعية وبورين وغيرها حفز المستوطنين على اقتراف المزيد من هذه الجرائم وبتحريض مباشر من وزراء حكومة نتنياهو امثال بنجفير وسموتريتش واتباعهما واكدت الخارجية الفلسطينية على انها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية كافة وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف فضح الاحتلال وجرائمه وصولا الى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعناصر المستوطنين الارهابية قتلى شاب فلسطيني واصيب ثلاثة اخرون بجروح خطيرة خلال شجار وقع بمخيم شعفات بمدينة القدس المحتلة وافادت مصادر محلية بان شابا يبلغ من العمر 22 عاما قتلى جراء تعرضه للطعن خلال الشجار فيما اصيب ثلاثة اخرون بجروح خطيرة حيث نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة